اثنان وعشرون وثمانية وثلاثون درجة ارقام ربما تبدو للبعض مؤشرات الطقس لكن هذه الارقام بنظر اطباء التجميل مؤشر على الانوف الفاتنة واي فتنة فتنة الانوف الشامخة التي قسمها باحثون في علم السلالات الانسانية الى ثلاثة انواع انفو فينوس الاغريقي انفو يوليوس الروماني والثالث مزيج بينهما اما عند العرب سلة السيف التي كانت اداة لتحديد مقاييس الجمال وعضوا للتعبير عن الهوية الدكتور جاي كالفيرت جراح التجميل في بيفرلي هيلز يشرح لنا من هم المنشحون الاكثر لاجراء عمليات تجميل الانف ولماذا اساليب عمليات التجميل حاليا تحولت الى التخصص اكثر فاكثر بكل جزء من جسم الانسان من خلال عملي في بيفرلي هيلز وبين امريكا ودبي غالبية المرضى الذين يراجعونني جل همهم هو انفهم وهل هو مناسب لوجههم ام لا نجد انوفا مدببة في وجوه عريضة وانوف عريضة في وجوه صغيرة ناعمة وانوف اخرى تكون مائلة جدا وهي تسبب لهم الحرج او حتى انوف معقوفة ورغم التنوع في السلالات والاعراق واختلاف شكل الانف بين كل الشعوب يجب على الطبيب ان يستمع للزبون او ان ينصحه بعملية التجميل التي تلائم حالته كي تكون النتائج جيدة في ظل كثرة اساليب عمليات التجميل والخوف من تحولها لمجرد نوع من التقليد ينصح الدكتور كالفيرت باجراء عملية تجميل الانف لمن يعاني مشكلة واضحة تغير معالم وجهه المرشح المناسب لاجراء عملية تجميل انف بصراحة كل من هو غير راض عن انفه بسبب شكله او ما يتسبب له من احراج وايضا بسبب المشكلة الوظيفية الانف مثلا الذي يكون معقوفا جدا يؤثر على التنفس بشكل جيد وايضا المرشح المثالي للعملية هو من لديه عيب واضح في مركز وجهه مثل هؤلاء الذين يعانون من تحدب في اعلى الانف او من لديه مشكلات في التنفس ولكن يجب ان اوضح ان الشخص عليه ان يختار الطبيب المختص في هذا النوع من العمليات والذي لديه خبرة كبيرة في اجراء الجراحات التجميلية نقطة مهمة جدا اكدها لنا الطبيب كالفيرت خاصة وان الخطأ ممنوع في عمليات التجميل وتحديدا وجه الانسان لان عواقبها لن تكون فقط في الشكل انما على نفسية الخاضع للعملية المشكلات في عمليات تجميل الانف انها وللاسف معرضة للكثير من الاخطاء وغالبية هذه الاخطاء مرتبطة باختيار الطبيب وايضا الشيء المناسب لوجوههم وهنا تكمن المشكلة اذ ربما تكون النتائج حتى لو كانت العملية نجحة عكس توقعات الزبون وغالبا تتم بسبب الجراحة اما لانه لم يستمع للشخص او لانه فوت جزءا مهما من التسلسل الصحيح للعملية لذلك بالنسبة لي شخصيا اجعل زبائني يرون بعض الصور قبل وبعد تجميل الانف لعمليات اجريتها وهي موجودة على موقعي كي يقررون ان كانوا يريدون اجراءها ام لا عمليات تجميل الانف تعتبر ثاني اكثر العمليات شيوعا بعد شفط الشحوم وقد تكون بغرض غير تجميلي بل ترميمي خاصة في حالة الحوادث لذلك فالطبيب عليه ان يجد حلا لتعويض العظم المكسور او المشوه يستخدم الجراحون المواد التعويضية الصنعية في الانف عادة لترميمها في حال لم يكن هناك مواد طبيعية كافية من النسيج العظمية وهي حالة تتم عندما يكون الانف صغيرا جدا او عندما يكون هناك حالة فقد جزئي لعظمة الانف نتيجة حادث ما انا شخصيا افضل ان يكون هذا الطعم او الزراعات العظمية من جسم الانسان وليس صناعيا كي تتلاءم مع النسيج الحقيقي لانفها وهي تختلف من شخصا لاخر اما تأخذ من خلف الاذن او من الكتف او الفخذ ومع التطور اللافت في الاجراءات التجميلية اصبح الناس في عصر السرعة يفضلون الطرق السهلة الامنة التي تبعدهم عن مشرة الجراح طرق تعتمد على نوع خاص من الفيلرز او المواد المالئة فيما يتعلق بالمواد المالئة في الانف استخدمها احيانا بعد اجراء العملية التجميلية لتصحيح بعض العيوب الخفيفة جدا وفي احيان اخرى قبل العملية لحل مشكلات في شكل الانف لكنها بالمحصلة كلها مواد مالئة وهي تضاف دائما على الانف لذلك هي ليست حلا دائما وحتى عندما يكون هناك مواد مالئة دائما لا انصح بها ابدا لانها قد تعرض الانف للكثير من الاضرار والالتهابات لذلك فالحل هو الجراحة اذا كان هناك عيب واضح في الانف اليوم يوجد شبه اتفاق على ان الانف احد اهم مقومات جمال الوجه ورغم ان العناصر الجمالية تخفي وراءها صفات وراثية تحدد الشعوب فان العين ترى اولا في وجه الرجل انفا اشما شامخا وفي وجه المرأة الجميل مثلا انفا مدببا وصغيرا سلام الفيل سكاي نيوز عربية دبي اشتركوا في القناة